السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في وصفة جديدة وفيديو جديد على قناتي اشهيوات ام نزار بوزيت كويزين. كانت مني تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هات الفيديو. اليوم ان شاء الله غد نحضروا مع بعضنا واحد طرطة بالجينواز والكريمة ديال الفريز وكريمة بالفاني يعني اغدروها بجوج نكات بنكات الفريز والفاني. كانت مني تنا الاعجاب ديالكم بس بخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم المحفزة والمشجعة. شجعوني باش نزيد نستمر في القناة ديالي ونعطيكم وصفات جديدة. اه بارتاجوا الفيديو ما الحباب والاصدقاء لتعم الفائدة. واللي ما زال ما مش شركاش مرحبا بها تشارك في القناة فضلا وليس امر. وتفعل زر الجرس باش يبقى يوصلها الجديد ديالي ان شاء الله. غادي ندوزوا لطريقة التحضير على بركة الله. بسم الله على بركة الله اول حاجة هنبدو بها هي الجنواز غادي نحتاج لها خمسة ديال البيضات ميتين وخمسين جرام سكر سنيدة وميتين وخمسين جرام دقيق وخمارة واحدة ثمانية جرام وغا نحتاج الفاني الساشيت الفاني او لا الفاني هكا مركزة وغا نحتاج خمسين سنتي لتر ديال السوائل عندي خمسة وعشرين سنتي لتر ديال الزيت وخمسة وعشرين سنتي لتر ديال الماء اه ما يعادل واحد ربع كاس مخلط ما بين الزيت والماء هنه غادي ناخد اه غادي ناخد البيض غادي نفرق الصفار عن البيض غير تبعوا معي المراحل باش يجيكم هالجينواز ناجح وكذلك نعطيكم نصائح ونعطيكم اخطاء اللي تقدروا تطحوا فيها كيف مما كان طح فيها هنا بعد المرات يعني غادي نعطيكم النصائح والاغلاق اللي تفاداوها باش متخسرش لكم هالجينواز هنا اه درت البيض ديال البيض هنا يغا نطربه هو الاول درس معه قريصة ديال الملحة وغادي نطلعه مزيان هكا بالباتور وغادي ناخد هدي كميسين وخمسين جرام ديال السكر ساني ذا اغادي نضيف النص ديالها ونبقى نضيف غير بالملعقة انا كنطرب وانا كنضيف بالملعقة كيف ما كتلاحظوا معي انا هنا يرى كنعتصادر على تصوير اه عارفة بانه وكيجي الضل ديالي على طاولة العمل ولكن ارى ما بيدحي لما عنديش فين غادي نحط سيليفون شي بلاسة اخرى اللي غايجي فيها الضو واضح هدي هي البلاسة فين سنخدم وكيجي فيها يعني تصوير البولا من ورايا وكيجي الضل ديالي عاطف في طاولة العمل فلهذا كنتمنى ان الفيديو واضح ما يكونش مزعج بالنيس داليكم كيف لاحظتم عايزة في انا كنطرب وكنضيف هذا الملعقة السكر ملعقة ملعقة حتى غادي نوصل لنصف الكمية وغادي نحبس يعني النص غادي ندروه مع بياد البيض والنص غادي ندروه مع سفار البيض هنا ضروري انا نبقاوا نطربوا فيه هو راك مني كتبقواوا نطربوا فيك تحسوا بيدكم كتبقى قد قال والقوام ديالو كيواللي بحالها كي يعني كيواللي غيرك تهزيتي بقواقف بلاصو مت يتململ مت يتحرك هنا هدا هو القوام اللي بغينا سافي غادي نحطه جانبا وغادي ندوز للسفار ديال البيض غادي نضيف عليه هداك النصف ديال ميتين وخمسين جرام ديال السكر وغادي نضيف قطرات من الفاني ضروري انا نديرو شوية الفاني هكا باش يحيل لنا الريحة ديال زفورة البيض وبما انه انا السيدة اللي طالبة لها دلاتا الطالبة هتكون فيها النكهة الفاني والنكهة ديال الفريسة ذاك شي علاش حاولت انني ندير نكهة الفاني هكا شوية زايدة باش جي منكها مزيين هنا خلطت هداك السكر مع الفاني ومع البيض وضفت هادوك السوائل خمسة وعشرين سنتيليتر ديال الزيت وخمسة وعشرين سنتيليتر ديال الماء كيف قلت لكم ما يعادل واحد اربع كاس ديال العنباء مخلط بيناتهم بجوج سافي تنطربو ضروري انا ننطربو هاد البيض حتي يدوب انه هادوك السكر على الاقل شوية ما يدوبش كامل سوف يقصح معاكم لانه ميتين وخمسين جرام ديال دقيق مع اصفر البيض بوحده اكيد را تكون عجينة قاسحة هنا هادوك الشي اللي بغينا باش هادي نبقى وندخله فيها هادوك بيض غير شوية بشوية باش تعطينا واحد القوام اللي واقف وميطيحش سافي هنا يراني درس للدقيق ديالي كامل درسوليت لسه الدفعات وغادي نضيف عليه هديك الخمارة ديال الحلواء 8 جرام بالنسبة اللي عندهم البيكن باودر اولا خميرة الحلويات في القرعة اولا الشي كمية الكبيرة وكي يزو بالملعقة غادي نضيف هادوك بياض البيض انا هنرى غير مسرع الفيديو على الدرجة الرابع يعني اسرع سرعة كي نفي المونتاج انا كنسرع بهالفيديو باش ميجيك مش طويل بزف بزف لان هاد فيديو صورة فيه واحد واربعين دقيقة وحاولت انني نقطع 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 نسرع باش نوصل لكم لهاد النتيجة دي ستاشر دقيقة ما عنديش ما زال في نزيل نقطع او لنسرع اكثر من هكا فكانت هادي هي النتيجة يعني هاد المراحل فين كندير باياد البيض راكن خلط انا بشوية يعني من الاسفل الاعلى من الاسفل الاعلى وكندخل هديك العجينة في باياد البيض وباياد البيض في العجينة باش يلا الله تعطيني واحد القوام اللي هو واقف سافزا نقندف هكا غير بالملعقة وكنحرك من الاسفل الاعلى بالاسفل الاعلى ودائما كنقلكم جنوازي تبقاه وتخلطوه في اتجاه واحد إلا كنتو كتخلطوه في اليمين تبقوا في اليمين تتخلطوه في اليسار تبقوا في اليسار تبقوا في اليسار رائما فوكتديرو اتجاه المعاكس كيه يهبط لكم هاداك القوام ديال البيض كيف كتلاحظوا معي وشوفوا العجينة كيف اشو الليس يعني من حد كنتي كتضيف لها البيض هي كتتطلقو هي كتنفخ وتتقاء شهد ذاك القوام بحل الرغوة غير هي هادا الجنواز تتبغي الخاطر لاني لما كانش عندك الخاطر ما قديش تصدق لي هناخديت المول 26 سنتيمتر لانا السيدة طربي حلوة فيها جوج كيلو جرام انا خدمت ب26 سنتيمتر هاد الجنواز الى طابت في مول 22 سنتيمتر كتجي طالعة وتقدري تخسمها حتى على خمسة ديال القطع يعني تقدري تخسمها على خمسة ديال الاجزاء بالنسبة لي انا بغيت غير ثلاثة ديال الاجزاء درسها في هاد الجنواز درسها في هاد المول 26 سنتيمتر كيف قلت لكم وباش تجيني يعني كبيرة وتجيني وازنة هنه غادي ندخل هالفران انا بالنسبة لي الفران ديالي البنات صغير يعني الحجم الصغير قاعد كنديرو على مية وخمسين درجة لانا ضغية كتدور في الحرارة كنديرو على مية وخمسين درجة قدرتها غير من الاسفل حيث اللي شعلت الى الفوق والتحت طيب اللي يضغية ضغية من الفوق لانا الوجه ديالها قريب لهاديك الشبكة الفوقانية اللي كتعطي العافية لهذا كنشغل عليها غير من التحت حتى بنت لي اشوفوا هادوك تقيبات رادية القطيب كل مرة سنقلبها ما سنحلش عليها بزاف كرمية الفران غير واحد شوية كنحشي القطيب كيخرج لي في العجينة صافي سنسد عليها بقات لي ساعة ونصف في الفران ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة في الفران وهي كالطيب على عافية اللي هي مهيلة بزاف الجنواز معروفة كتاخذ الوقت في الطياب معادها ديك اللي كتكون دقيقة ديك عشرة دقيقة ديالها صافيحنا غدي نخليوها تبرد انا خليتها بردات قريبا واحد ساعتين لانا ما عنديش الوقت نتومة من الاحسن تديروها من قبل اه بنهار وتغلفوها بسلوفين وتخليوها عين لبرا باش كيرجع في هادا كصه ديال وكترطها بكتر وكتر اه انا غدي نقطع على ثلاثة الاجزاء بالنسبة لي قطعت في هذه القطعة هادي اللي اخديتها من الموقع ديال ماريا لونا ريوس صراحة زوينة بزاف وكتساعد بزاف كتقطع لك الاجزاء قد قد وما كتلقيش فيهم مشكيله الاولى كتفتت اولى هذا اه هانتما كتلاحظوا معايا جي نواس كتجي طريا كتجي ناجحة مئة بالمئة خستكم تجربوها البناس رمي ذاك الشرفيه انا هاداك الجزء الفقاني اللي قاصح حيتو ما محتاجش له حيتو 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 يعني غير ذاك الوجه هي قطعتو حيتو هنا غادي ندوز باش نحضر معاكم انا هاد طرطة اخدت مني اترو واربع ديال الكريمة لتر واحد واربع لتر ديال الكريمة انا هنا يا درت سمية سميات ميلي لتر ديال الكريمة اللي غادي نطرب اللي غادي نكهها بالفاني والفريسة يعني غادي ندر فيها جج نكهات هكا باش تعتني ذاك النكهة قوية اه وتجيني عاطية يعني الريحة ديالها تكون عاطية بالنكهة الفريسة كيف لاحظوا معايا انا هنا غادي نلونها غادي نضيف لها المنكه ديال الفريسة انا غادي نحط لكم الصورة دياله جانبا هو ماشي منكه حقيقي ولكن هادا كنت تعملوه لتزيين اه الاغلاس وهدو النكه دياله قوية دياله ببنين لهذا ديالش انا تفضلت نستعملو فها التورطة حسن من المنكهات اللي كتبع بالعبار وكتكون مركزة بزيف هنا ضفت الملون احمر اه بقدر ضفت غير شوية باش يعطني اللون غوز عندي اللون غوز ولكن ما بغيتش نديرو بغيت ندير هاد الحمر باش يعطني واحد اللون غوز اللي هو زوين هنا غادي ندوز المونتاج ديال الحلوة ديالي انا بغيت نحطها مباشرة فادك التبصيل اللي غادي نعطيه للسيدة اه درت في جنيه بس ديال البلاستيك كيف كتشوفوا معي يعني شديد البلاستيك قطعته مستطيلات وفرشتو في الجناب كامل باش يلطحت لي شي كريمة ولا شي حاجة مطح لي لديك التبصيل يبقى لي ينقي ودرت فوق منهم الجنواز وعدرت الايطار ديالي الايطار ماشي ضروري يعني اختياري بغيتو تديرو هديرو ما بغيتوش تديرو كي يبقى اختياره هو فاش كي يساعدنا انه كي يخلينا جنب مفينين ما كي ياخدوش مننا وقت كتير باش نفينيهم مني كنحيض مني كنسليو الترطة اهنا رشيت عفوا نسقيت الجنواز ديالي بالحليب لانا السيدة ما بغيتش حلواء بزف ما بغيتش ندير السيرو اللي فيه السكر ما بغيتش الحلوة بزف كتافيت بالحلوة دي ملج costs. الكريمة هدرك هدت المنكيه هدك الي في الفريز هدك السلصه ديال الفريز هي السلسة احدها طييف الحلوة ديال الصنا though cuarto من الكريمة وعặc condujo بتابقى اخرى من الجنواز سقيتها كذلك بالحليب ما كنسقيوش بزاف chose ومتقوش شوية ماشي بازغPD امش بازغ وماشي بازغوش بازغوش بايش مجينぜش قاصحه بايش مجيناش عفونا ناشفح وسط ملاتة وطيف كل كدرغط تبقى اخرى من النجهة دياله م age طبقة الاخيرة هي القاعدة للجينواز نقلبها في يدي ونسقيها من الداخل مزيان عادة نقلبها فوق من طرطة لانها الطبقة هدي كتكون شوية قاسحة ما كتشربش لناس سوائل مزيان لهذا كنسقيها من الداخل عادة نقلبها وسط من المول عفو عادة نسقيها الوجه ديالها من الفوق واحد شوية لانها مسقية هي من الداخل طفي هنا انا الكمية المسابقية لي ديال ديال الكريمة عاود طرطها وخليتها كبيضة باش نغلف بها لطار ديالي ما بغيتش نديرها غوز من الداخل وغوز من بره كتافيت اني نديرها غوز من الداخل والتزيين من بره يكون غوز وهي تكون مغلفة بالبيض هنا كنحاول ان يدرت واحد طبقة ديال الكريمة كنحاول نسوي لها الوجه ديالها بات سباتولا تأكدوا معايا ان هاد سباتولا را كتساعد بزاف وهاد الايطار را كيساعد بزاف الفينيسيون دياللي تغذيالكم باش تجيكم فينيا هاد الليمون را ما كيكونو شغالين بزاف اللهم ما تاخده يبقى عندك في الدار دائما كتستعمليه وفي نفس الوقت كيساعد شوفوا معايا كيفاش طبقات كييجوا متساوين وواضحين سافي هنا غاد اخد هديك سباتولا وغاد نحاول نسوي لها الوجه ديالك حقاش مازال غاد نسويها مازال هنا غنغلف لها هدوك الجوانب ديالها بالكريمة سافيت ناخد الكمية ديالكريمة وسنغلف كيف لاحظتم معايا ليش درت انا هاداك البلاستيك في الجناب وكن نصحكم بورق الزبدة احسن ولكن انا الورق الزبدة تقاضى لي باقي ما جوتوش فاكتافيت بهذاك البلاستيك كيكون قاسح واحد شوية كيف لاحظتم معايا الكريمة كتكون كتجلخ لكم في الجناب وهذا كتنتفاداوها يعني هاداك مني كان حيضو ذاك البلاستيك كيف قنا هاداك التبصيل نقيه ومقاده انتم ما غادي تشوفوا معايا في الاخير هنا انا هاداك السباتول لما قنعتنيش باش نقاد بها في جناب جاتني صغيرة وخديت هاد الاسباتول الكبيرة عاملية الصراحة وخا كبيرة عاملية يعني كنفتاح فيها في الخدمة وتنفي نباها فيما بانت ليش سقايبة سنسدها فيما بان ليش حاجة مشي هي اديك سنقعدها وانا غادي كنقعد 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 حتى غادي نقعدها كاملة وهالشي را انا كنسرع الفيديو على الدرجة الرابعة يعني را مسرعي دي انا را كنخدم بشوية باش جني خدمة دي اللي مفيني يوم قادة صافي كيف لاحظتم معي انا هانا كناخد اكسباتول كنبقى نحيد هادوك الجوانب من جناب الوسط من جناب الوسط باش يجيوني الجوانب ديالها بزاوية يعني لحافة ديالهم جيني مقادة وزاوية قائمة يعني ديوا مقادة دين هنا دخنت هن المجمد بعدها عاد خليتها واحد عشرة ديانتقائق حتى شدت فراسة عاد خرجتها عاد كنحيد لها هادوك البلاستيكات اللي في جناب وكيف لاحظتم معي را كنحيد بطريقة شوية باش منجرش معي الكيك من تحت لانها طرية الى جريتوا بجد غا تهرس لكم وغا تجروا معاكم واحد طرف اللي هو كبير شدوا الصباح ديالكم الكبير كيف مكان ديالانا وتتجروا غير بشوية عليكم احنا هادي الكريمة اللي خليت للتزيين لوونت هكذلك اه بالملوين الاحمر اه الملونات اللي كنت تستعمل البنات اللي تقدر تسويني عليهم هم الملونات ديال ويلتون كيتبعوا في هادوك السيتنيت اللي شريت منه هادوك القطاعة اه راح شاركسوا معاكم في الانستغرام ديالي اللي هو بوتيس كويزين شهوات اومنيزار اه ودرت لها كذلك النكهة ديال فراس باش جي حتى هي منكها صافي وكندير بها وريدات هكا على هاد الشكل هادا بحل لك مقاعدة غير دائرة فوق دائرة وكتعطيني هاد الشكل ديال وريدات اللي كي يجيز وين بزاف في المنظر وكذلك غندي لها هادوك الوريدات هكا لتحت باش نغطي هاداك الجوانب اللي تحت ولي بغد تخليهم تخلي الطرطة دياله سامبل ما تزدش لها هادوك اللي تحت مزيدهم شي يعني كيبقى دك شي اختياري انتم كتشوفوا معايا هنا عندي واحد شوية ديال عجينة الشوكولاتة غادي ناخدها وغادي ناخدها وغادي ناخدها وغادي نوضعهم في الوسط دير هادوك الوريدات باش يزيدوني جمالية لهادو الترطة عجينة الشوكولات راه كتباع جاهزة وكين اللي بغد تصوبها راكينا في بزاف ديال الفيديوهات يعني محضرين الاخوات المغربيات فقط غدير تحضير عجينة الشوكولاتة في الدار راه بزاف ديالاخوات محضرينها وإلا بغيتوا نديرها معاكم شي نهار راه ما عندي حتى شي مشكل شي نهار نحضروها مع بعضنا هنا هاديك البراء هاديك البراء خديثة درت فيها عفوا ان مشات لي اسميتو الناباج ها وجاء درت فيها الناباج خديثة ودرت ليه الملوين احمر ودرت بيها دوك الدميعات من جناب ودك الشي اللي بقى ليختيجوج معلقة كبار ديالناباج وضفت ليهم الملوين احمر او للملوين غوز يعني انتم على حسب الاختيار بيالكم ودرت بيها كهدوك الدميعات من جناب انا تعمت ناباج يكون حمر يعني يكون لون ديالو احمر ماشي غوز باش يدخل ليه واحد البهجل هادالطرطة ديالي يعطيها يزيدها جماليه كتجيب حاشي وريضة صافي ودك الشي اللي بقاها كدرتو في الوسط وديعسوها كف جناب باش غطالي هاداك الوجه ديال كيف كتلاحظو معايا كتجي مفينيا وكتجي مقادة خاسكم زعطيوها غير خاطر وكتجي من دكش يرفع مكراش نقطعها ليك لكم تشوفوها من داخل ولكن خسارة حاجة ديالناس خاصة تمشي ليهم مقادة ما قدرش نقطع هدي طالبية ديالناس ما قدرش نقطعها آآ راح المنظر بعين غير من برا جربوها بعينيكم غمضين هادطرط هدي كنتمنتنا الاعجاب لكم ما تبخلوش عليها باللايكات ديالكم وتعليقاتكم بارتاجو الفيديو ما الاحباب والاصدقاء لتعهم الفائدة واللي ما زال ما مشاركش شارك مرحبا بها مع السلامة اشتركوا في القناة